بعد أكثر من سنوية الأكس بوكس سيريس اس إجا الوقت المناسب أنه أسوي هذا الفيديو اللي راح أقول في بدايته أنه لو يرجع بيها الزمن ما راح أشتري شلونكم؟ شاكم ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام ورمضان كريم عليكم قبل لا أبدي بتفاصيل الأكس بوكس أحب أنوه عن المسابقة اللي سويتها مسابقة الانستجرام واللي راح يتم الإعلام بها عن الفائزين في بداية عيد الفطر المبارك تفاصيل المسابقة راح تلقوها بهذا الفيديو موجود على قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك بس هي شرط واحد فقط وهو متابعة حسابنا على الانستجرام والمعرف مثل ما ظاهر قدامكم بالشاشة مع العلم أنه أحد الجوائز هو جهاز الانر اكس ايت اي وبعد أكو جائزة موبايل آخر وجائزتين ممكن يكون رصيد أو ايت شي التفاصيل كلها موجودة بالفيديو اللي ذكرته وبنفس الوقت أكو شغلة إضافية سويتها إذا وصلنا لعشر تالاف متابعة على الانستجرام راح أضيف جهاز ثالث في مراجعتي الأولى للأكس بوك سيريس اس الطرقت لجوانب عديدة الإيجابيات السلبيات وحقيقة أن الإيجابيات اللي قدمها هذا الجهاز قياسا بسعره الرهيب تخليك تدغاضي عن أي سلبيات تعالوا خلنا السؤال في بتفاصيل أكثر لما ننجي نقيم خدمة الجيم باس مع كثرة الألعاب اللي انضافت راح نلاقي أنه الاستثمار بهذا الجهاز يعتبر شي مميز والقيمة مقابل المال حاضرة بقوة أثناء تصوير هذا الفيديو سعر الأكس بوكس هذا في العراق هو ميتين وسبعين دولار يعني حتى أرخص من سعر لما اشتريته في وقتها تشان فوق لـ 300 دولار بالنسبة لكونترولر ليجوية الجهاز كتجربة عملية أنا شوف كونترولر الأكس بوكس يعتبر مريح أكثر للاستخدام بس هذا يعتبر تفضيل شخصي لأنه أكيد اللي متعود على كونترولر لبلاي ستيشن راح يشوفه هو الأفضل بحكم التعود ولكن في الحقيقة بعد تسعة أشهر تقريبا من الاستخدام الكونترولر هذا عطل كليا يعني تقدرون تقولون أنه الكونترولر مو قوي كلش من ناحية العمر الافتراضي وأيضا النقطة السلبية بديت أحسها بمرور الوقت وهي أنه استهلاك الكونترولر للبطاريات العادية يعتبر صراحة شيء مزعج فهي الفكرة كلها على بعضها يعتبرها شيء سلبي والمفروض مايكروسوفت تلتفت لهذه النقطة واللي خلاني أكره فكرة البطاريات أكثر هو أنه لما نشتريت كونترولر الإيليت الخاص بالمحترفين واللي يشحن عن طريق منفذ التايب سي لقيت أنه سالفة البطاريات كانت مكلفتني وأني ما حاسب الموضوع وبالحديث عن كونترولر الإيليت فبالمختصر المفيد يسوى كل فلس يندفع به وأنصح أي أحد يلعب بكثرة أن يستثمر بهذا الكونترولر وصحيح السعر الجديد منه هو 160 دولار وهذا رقم مو قليل بس إذا تشتريه بحالة المستخدم فرح تلقو بسعر ما يجاوز 100 دولار وممكن حتى أقل ومتاجر عديدة في بغدادي بيعوم منه بحالة المستخدم الكستومايزيشن اللي قدمه هذا الكونترولر رهيب فعلا مع الملحقات اللي تجيوية وجودة التصنيع الممتازة وشحن هذا الكونترولر ينطيك مدة استخدام طويلة قد تصل إلى أسبوع على الشحن الواحدة بس هذا همين الشيء يتبع اللعبة اللي تدعبها وحساسية الرجاج اللي خالها مع عوامل أخرى تخلي تحديد عدد الساعات اللي تنطيها بطاريته حقيقة أمر صعب أنه نذكر بالمضبوط ومن بعد ما سولفنا عن الكونترولر نجي هسا للمهم الكونسول نفسه قوة الأداء اللي قدمه هذا الكونسول قياسا بسعره تعتبر شيء ما حد يقدري نفسه وأنا ذكر قلت بالمراجعة الأولى أنه لما نتقارن سعر الأكس بوكس هذا بموبايلات اقتصادية ومتوسطة على سبيل المثال رح تلاقي أنه هذا الأكس بوكس فعلا فلوسه به لما نخلي بنظر الاعتبار المستخدم هذا يحب الألعاب وحتى إذا تشنت أنت تلعب بين فترة وفترة طويلة فصدقني هذا الأكس بوكس رح يخليك تحب هذه التجربة وتتعلق بيها لأنه الأداء قوي والجهاز مو ذاك التكلفة بمقاييس وقتنا هذا فتقريبا ماكوشي تغير من مراجعتي الأولى بما يخص الأداء ولكن مع هذا أكوشي واحد خلاني فعلا أتندم على شرائي لهذا الأكس بوكس وهو ذاكرة التخزين الأكس بوكس سيريز سي جي بذاكرة SSD 512 جيجا بايت وبالفيديو الأولي قلت أنه بالنسبة لي سهل التأقلم مع هذه الذاكرة وبعدني أقول نفس الكلام بس السلبية بالموضوع واللي رح أحاول أشرحها ببساطة هو أنه صحيح الذاكرة هذه ممكن تحتوي مجموعة لا بأس بها من الألعاب وانت على ما رح تخلص اللعبة أكيد رح تمسحها وتوفر ذاكرة للعبة جديدة أخرى بس مع تطور مكتبة ألعاب ومع تعودك على اللعب لأنه كونسول متطور وشجعك تنزل ألعاب جديدة ومتنوعة رح تلاقي نفسك مقيد دائما بالذاكرة القليلة والحل الأمثل هو شراء ذاكرة خارجية مدعومة من مايكروسوفت تربطها بمنفذ الذاكرة الخاص حتى تحصل أفضل تجربة سريعة وارخص ذاكرة من اللي داقصدها السعرها 179 دولار وهي ذاكرة الواحد تيرابايت وهنا لما نتفكر بالسعر رح تلاقي أنه بدينا نقترب على سعر الأكس بوكس سريس X اللي أساسا نيجي بذاكرة واحد تيرابايت وكمواصفات بشكل عام يعتبر أقوى من السريس S الآن أنا من خلال تجربتي ما شفت تقصير بأداء السريس S بس أكو مستخدمين يلعبون بكثرة وقرأت في بعض المنتديات أنه السريس S عانى من بعض المشاكل عند اللعب لفترات طويلة وفي درجات الحرارة العالية فخلاصة الكلام في وقت شرائي للأس كان بإمكاني أنه أشتري الأكس بس أنا حبيت أوفر فلوس وقلت بالمستقبل رح أعوض موضوع نقص الذاكرة الداخلية واشتري ذاكرة خارجية بس بالحقيقة لو مستثمر من البداية بالأكس كان أفضل على المدى البعيد مو بس من ناحية الذاكرة وإنما كذلك من ناحية الأداء لأنه الألعاب في تطور ومتأكد رح تيجي لعبة قريبا تشتغل على الأكس بسلاسة بس شوية تقصر ويا الأس وما ننسى أيضا فكرة أنه الجهاز تنزل الألعاب فقط من الأنترنت لأنه منفذ قرص ماكو وهذا يعتبر عائق إضافي خليني أقول بالنهاية أنه إذا عندك الإمكانية روح للأكس أو البلاي ستيشن فايف وإذا ما تقدر على سعرهم فخلي بالك تجربة الأس مع مرور الوقت يرادلها تأقلم منك وهذه هي ضريبة سعر الأكس بوكس سيريس أس المناسب وبالنهاية أتمنى أنه أعجبكم هذا الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات إذا عدكم أي استفسار وبنفس الوقت لا تنسوا الاشتراك بمسابقة الأنستجرام مجرد استعمال متابعة وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المعرفة الظاهر أمامكم ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم شو ما أدري صاير ثقيل عن قبل شنس السلفة ما قوله ما تروسه تراب من جوه لا لين ما تروسه ألعابه هواية